موسيقى الجيش العربي السوري يحكم السيطرة على محاور مدينة درعة احباط هجوم ارهابي في درعة والارهابيون يستهدفون المدينة بالقذائف الصاروخية السيد نصر الله يؤكد ان انتصارات الجيش وفرت مزيدا من الامان لسوريا موسكو تعلن انها تحضر لاتصالات جديدة بين الحكومة السورية والجماعات المتلحة في السنة اهلا بكم الى حلقة جديدة من استوديو الحدث على ضوء تطورات الميدان تتجه تطورات السياسة تحضيرات جنيف واستنى في تسارع موسكو تعلن انها تحضر لاتصالات جديدة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة في استنى هذا الاسبوع وان العمل جار على تحضير جولة محادثات جنيف تزامنا يعود الضوء الى الجنوب الجيش السوري يحبط محاولة تسلل ارهابية في درعة والارهابيون يستهدفون المدينة بالقذائف الصاروخية من درعة نبدأ الاصابات التي كانت بفعل المجموعات الارهابية المسلحة نتيجة فدائف الهون التي قامت برميها المجموعات الارهابية المسلحة جبهة النصرة على حي المنشية اذا كما نشاهد الان هذه اللقطات من مشفى درعة الوطنية الى كاملة من حي المنشية تم نخلها الى مشفى درعة الوطنية نحن الكادر دائما الواقع مستنفر بشكل دائم وفي خطة دائما خطة للطوارئ نتصرف بناء على الخطة الموضوعة لما يكون في عناه إصابات اليوم مرض المشفى تسع إصابات معظم الإصابات كانت بليغة منهم ثلاث شهداء ومعظم الإصابات كانت أكثر من متوسطة الحالات الخفيفة قبلت في المشفى والحالات الشديدة ما تزال في عناية المشددة والحالات المتوسطة حتى نخلي المشفى ونستعد لإمكان وصول حالات أخرى حولناها إلى مشافي أخرى إذن مشاهدين انتقلنا إلى قسم العناية المركزة في مشفى درعا الوطني أيضا على ما يبدو أن هناك حالات أيضا جرحة ومصابين نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة بقذائف الغدر والإرهاب هذا حالة وأيضا مصاب من حي الصحاري في مدينة درعا إذن معنا أيضا أحد العاملين في مشفى درعا الوطني يعطيك العافية العافية كهلا بتخبرنا كيف مشفى درعا الوطني قام بتلقي الحالات المرضى وشهر المعاملات المعاملية نحن قمنا بكامل الإجراءات المناسبة لاستقبال حالات الإصابات حيث تمت المدينة تعرضت إلى استهداف بعدة القذائف الصاروخية على أحياء درعا الآمنة وبخطة محكمة نحن كنا مستنفرين الكادر كله موجود أطباء وممرضين من مدير المشفى وغيره وتم التعامل مع الإصابات بالطريقة الصحيحة ونحن الحمد لله مسيطرين على الوضع الحد الآن مجموعة إرهابية وبعداد كبيرة تهاجم منازل المواطنين ونقاط العسكرية في حي المنشية بمنطقة درعا البلد ووحدات الجيش تتمكن من صد الهجوم واحتواءه بعد اشتباكات عنيفة مراسل الإخبار يرامي الشاعر وفان في نشرة سابقة برسالة حول تلك التطورات التطورات الميدانية تشهدها محافظة درعا في الجنوب كما نشاهد الآن الحي المنشية والمخيم السد بالقرب من الحدود الأردنية السورية هذه المجموعات أو هذه الفرق منها عدة فرق خذع أو انضمت إلى تنظيم جبهة النصر الإرهابي هذا التنظيم الذي حاول التصعيد عالميا على محافظة درعا منذ أسبوع وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على القنوات المحرضة المغرضة اليوم هذه المجموعات الإرهابية المسلحة تحاول الهجوم على حي المنشية واستهدفت مدينة درعا في عدة قذائف صاروخية ما أدى إلى إضرار مادية وإصابة بعض المدنيين الذين نقلوا إلى مشفى درعا الوطني إذن الجيش العربي السوري كما نشاهد الآن في هذه اللقطات المباشرة يقوم بالرد على المجموعات الإرهابية المسلحة على تنظيم جبهة النصر وعلى الألوية أيضا التابعة إلى هذا التنظيم المصادر العسكرية تفيد لنا وقوع عداد كبيرة قتلى وجرحة في صفوف هذه التنظيمات الإرهابية إذن هذا الجنوب حي المنشية كما نشاهد الآن هذه النيران التي تتصاعد هي نتيجة استهداف الجيش العربي السوري إلى المجموعات الإرهابية المسلحة مدينة درعا اليوم الجيش العربي السوري يحكم السيطرة على محاور مدينة درعا ليس هناك أي من الادعاءات التي تقول بها المجموعات الإرهابية المسلحة وتحاول التصعيد بها إعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي على القنوات المحرضة المغرضة بأنها قامت باختراق محاور الجيش العربي السوري ودخلت إلى مدينة درعا إذن هذه اللقطات المباشرة هي نتيجة استهداف الجيش العربي السوري إلى تنظيم جبهة النصرة وإلى الألوية التابعة إلى هذا التنظيم ومتابعة لهذه التطورات ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ ياسر الحريري الأعلامي والكاتب السياسي أهلا بك أستاذ ياسر مساء الخير أهلا بك والخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقعد هيثم حسون أهلا بك سيادة العميد مرحبا بك أبدأ معك أستاذ ياسر إذن تصعيد إرهابي في الجبهة الجنوبية في درعا يستبق عقد اجتماع أستناء المقرر يومي الخامس عشر والسادس عشر من الجاري والأردن سوف تشارك في هذا الاجتماع وكانت قالت في الاجتماع السابق التقني الذي عقد قبل أيام أكد ممثلو الأردن بالتحديد في هذا الاجتماع استعداد الجبهة الجنوبية لانضمام إلى وقف العمال القتالية وموجهة الإرهابيين التناقض بين ما تم التصريحا وبين هذا التصعيد الإرهابي اليوم الحاصل في الجبهة الجنوبية بعيد مرة تانية مثل خير لألك مثل خير للعميد للفريق العامل للمخرج للمشاهدين وأنا حأخذ الجنوب السياسي لأنه إذا حضر الماء بالموضوع العسكري وطبعا والسياسي بطل التيمم بالموضوع فحأخذ الجنوب اللي له علاقة بالفكرة السياسية أكثر طبعا الجب كنا عم نحكي تحت الهواب من شوي نحنا ويكون عم موضوع جبهة درعة واضح أنه لاحظ عم نلاحظ أنه هي بدأت بغض النظر كيف بدأت في درعة تحت عنوان بين مزدوجين اعتراضات وثورة واليوم نلاحظ أنه جرى تحريك جبهة درعة بين الاجتماعات اللي صارت بكازاخستان صار في زيارة لملك الأردن إلى روسيا بتلك الزيارة بعض الأصدقاء العالميين الأردنيين بحطونا بجو بقولوا التالي بقولوا الملك شاف أنه تعلمت تركيبة في المنطقة يعني المحور أو الدور الجوار المجاورة لسوريا فاتت بعملية تسوية وتحديدا نتحدث هون عن تركيا ثانيا رأى أن الأمريكي بشكل أو بآخر مشارك في هذه المباحثات ورأى أن الأمم المتحدة أيضا مشاركة بهذه المباحثات نعم فذهب إلى كازاخستان الأستانة كما قيل ليستلحق نفسه الأردن لا لأنه أي تسوية بعد الاجتماعات خاصة أو بعد الاجتماعات تقنية بدها تصير عمليا أنت عم تدفع بجميع هذه الجماعات المسلحة إلى أين؟ يعني باتجاه الأردن وبالتالي الأردن هيك فيه وأنا وأنت والعميد والجميع يعلم أنه بموضوع المخيمات اللي خرجت منها الجماعات اللي فجرت اللي قتلت بالأردن واللي دخلت اشتباكات على يومين في بعض المناطق الأردنية هذه الجماعات سترتد على الداخل الأردني وبالتالي لا بد للأردن أن يتحصن بهذا الجو الإقليمي الجديد من هنا يمكن قراءة تحريك جبهة درعة الآن لأنه تفضلت كما تفضلت منذ قليل أنه نحن أيام على أستانا وأيام على جناف صحيح في عشرين المقرر الموعد لذلك يريد الأردن أن يقول إذا لم تأخذوني جديا على هذه الاجتماعات كي أكون طرف من الجالسين على طاولة التفاوض لترتيب وضعي لأنه موضوع داخلي بالأردن فأنا سأحرك جماعاتي وأعتقد أن الأردن من اليوم بدأ يرسل بالرسال إلى الجيش السوري ولأكل حلفاء سوريا وعافوا في مقدمة هؤلاء روسيا ليقول أنها حقيقة جهة فاعلة في جبهة درعة وهي نقطة همة جدا سيادة العميد أسباب تحريك الجبهة الجنوبية في هذا التوقيت بالتحديد كما كان يتحدث أستاذ ياسر قبيل اجتماع أستنى قبيل أيضا التحضير نتحدث عن تحضيرات لحوار جناف المرتقب في العشرين من الجاري إن بقي في موعده ولم يتأجل سوف نأتي على ذلك لماذا تم تحريك الجبهة الجنوبية في هذا التوقيت بالذات حقيقة الدور الأردني الذي سوف يشارك في اجتماع أستنى تحية لك ولمستاذ ياسر ولمشاهدين الكرام طبعا الموضوع لا يحتمل وجود تناقض ما يحصل في الجبهة الجنوبية هو تكامل وتناغم بين مسارين يقوم بها النظام الأردني المسار الأول هو ادعائه بأنه يحاول أن يصل إلى مكان يلتقي فيه مع الدولة السورية في موضوع محاربة الإرهاب ومع الحلف الجديد الذي يتشكل في الفترة الأخيرة لهذا الأمر والمسار الثاني هو إظهار قدرته على التأثير في المجموعات الإرهابية المسلحة نحن نعلم أن تركيا كانت دورها في الأستنى من خلال قدرتها على التحكم بحركة المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في الشمال النظام الأردني يريد العمل بذات المستوى وهو أنه يستطيع التحكم بالمجموعات الإرهابية المنتشرة على الحدود الأردنية والتي بطبيعة الحال كان للأردن دورا سيئا ودورا فاعلا في تمرير كل إرهابي المنطقة باتجاه الأراضي السورية من المنطقة الجنوبية وبطبيعة الحال المحاولة التغير التي حاول الأردن إظهارها في الفترة الأخيرة ليست نابعة من قناعة أو من إيمانه بأنه أخطأ وأنه يريد العودة إلى المسار أو المساهمة في المسار السياسي لحل الحرب على سوريا وإنما لأمرين الأمر الأول هو الانهيار الذي أصاب الحلف الذي كان ينتمي إليه من خلال هزيمة حلب الكبرى الأمر الآخر هو أن فترة الانتقال التي كانت تمر بها الإدارة الأمريكية أوقعت كل حلفائها وأتباعها في المنطقة في ارتباك هذا الارتباك أدى إلى تغير في التوجه السياسي في المشهد فقط في المنظر أما في الحقيقة فكانوا ينتظرون الظهور الحقيقي لإدارة أوباما ودورها الفاعل في الحرب على سوريا ورأينا أن بدء انعطافي معاكسي للأردن ظهرت بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي وتحدث فيها عن ضرورة إقامة مناطق آمنة تحدث العدو التركي عن إنشاء هذه المناطق في الحدود في المنطقة الشمالية والنظام الأردني أيضا يتحدث وإن كان بشكل غير علني وبشكل غير واضح بصراحة عن أن المنطقة الجنوبية يمكن أن تكون ساحة لإقامة مناطق آمنة إن أرادت الولايات المتحدة دعم هذا المشروع بشكل حقيقي وهناك جهات ممولة لهذا الأمر طبعا السعودية ودول الخليج هي جاهزة للعمل بهذا المجال وبالتالي الحديث اليوم عن أن الأردن أراد تحريك هذه الجبهة هو أراد تحريك هذه الجبهة من أجل الضغط على الدولة السورية من أجل إظهار إمكانياته في التأثير على مسار الأحداث العسكرية في المنطقة الجنوبية وأيضا من أجل الوضع الداخلي الذي تحدث عنه وتفضل به الأستاذ ياسر وهو محاولة إظهار أنه يساهم في الحرب ضد الأرهاب خاصة أن منون هي في الحقيقة تخضع من حيث الشكل لسلطة الحكومة الأردنية أما في الحقيقة فهي خاضعة لسلطة مجموعات أو زعماء محليين ينتمون لمجموعات دينية متطرفة مباعة لداعش أو متعاطفة مع داعش أو المصر إذا أردنا أن نتحدث عن كامل مشهد أستاذ ياسر وتصعيد إرهابي في أكثر من مكان حقيقة الأمر السدافة القذائف الإرهابية لأكثر من منطقة في سوريا هل نتحدث عن محاولات لتخريب مسار المحادثات المرتقبة في جنف من الأطراف الدائمة الإرهاب نتحدث هنا عن السعودي والقطري الغائب بطبيعة الحال غائب عن اجتماع أستنافي الذي عقد في اجتماعين السابقين ولن يكون موجود أيضا في الاجتماع المقبل أنا أعتقد بتواضع أن هذه الجبهة تحديدا ليس يعني يمكن للسعودي أو القطري دور التمويل من خلال الأردن أو من خلال إسرائيل نعم وليس دور المقرر في الجبهة يعني بهذه المنطقة تحديدا العميد بيعرف جغرافيا قربها للحدود مع العدو الإسرائيلي وبالتالي هاي ميزة استراتيجية لهذه الجبهة وليست ميزة عادية الاستثنائية استراتيجية وبالتالي يستغل العدو الإسرائيلي إلى جاب النظام الأردني هذا الأمر وأنا وياك والكل بيعرف التنصيق القائم بين جبهة النصرة من خلال الحدود المفتوحة مع الكين الإسرائيلي وزيارات نتنياهو لجرحاهم ووالي آخر وحتما استغلت لدى المنطقة لكن هذه المنطقة لها دلالة جد هامة لأنه أساسا درع بالأساس هي أقرب محافظة للعاصل من دمشق ثانيا هي لها هذا البعض استراتيجي اللي كنت أشرت إليه ثالثا جاء الأردن ليقول أنا شريك عملي وفاعل في هذه المفاوضات رابعا علينا أن ننظر إلى التوقيت اللي سألت عنه أو اللي تحدثنا عنه هذا التوقيت اليوم طبعا الأردن وهذا جانب مهم جدا يجب أن أخذ معي الاعتبار ترامب أبلغ الدول العربية وتحديدا دول الخليج أنه بيكون تدفعوا بقرابة مليار دولار شهريا إذا وفقتوا معي على مناطق آمنة بين مزدوجين وهلأ إذا إجي الحديث عنها منحكي بشوي فيها كنت تدفعوا عن مليار دولار شهريا الأردن نحن نعرف معاناةه الاقتصادية وبالتالي بهذه المنطقة الآمنة التي تحتاج إلى كل الأمور اللوجستية وما عدا سيكون للأردن دور أساسي في عملية امتصاص الكتلة النقدية وهذا أنا أتحدث عن أمر كتب في الصحافة الأردنية وقيل من بعض الرسميين الأردنيين أن يجب الاستفادة منه من خلال هذه الزاوية الاقتصادية لذلك أنا رحت لهون لأقول تالي أنه درعة تحديدا في هذا التوقيت هي عامل إسرائيلي أردني تحديدا يجب أن نرى بهذه العين ونرى أن العدو الإسرائيلي ماذا يريد من خلال المواقف الأردنية لأن الإسرائيل ما هيطلع الإسرائيلي يقول أنا شو بدي بس هيترك الأردن يعبر عن هذه الرغبة أعتقد وبوضوح أن الأردن ليس بالبلد الذي يستطيع أن يلعب الدور الاستراتيجي في هذا الأمر نعم قد يكون هناك غطقون هذا ما يجري في درعة اليوم هو محاولة أنه حان الآن دور جبهة النصر محاولة تتحدث عن إعاز أمريكي هنا ليس فقط أنا أعتقد أنه بزمن التسويات الكبيرة اللي عم تصير هلأ أنه حان الآن دور جبهة النصر بعد حلب إذن الولايات المتحدة لن تتخلى عن استخدام النصر وهذا ما كانت ترهن عليه طيلة عهد أوباما طبعا مخطئ من يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلى عن داعش أو النصر أو باقي المجموعات الإرهابية المسلحة بالنسبة للوضع الأردني كان هناك كما نعلم غرفة عمليات الموك التي انخفض دورها خلال الفترة الماضية ليس نتيجة قناعة الأردني كان هناك هجمات متتالية تم إرشالها وحينها كانت ما تسمع بعصفة الجنوب حصل هناك تقدم كبير للجيش العربي السوري وحلفاء في المنطقة الجنوبية أنه الترابط الجغرافي والعسكري بين خطوط الترابط وخطوط القتال للمجموعات الإرهابية خطوط التوضع والانتشار والجبهات لذلك انخفض مستوى عمل هذه الغرفة خلال الفترة الماضية لأمور عسكرية بحتة أي ضرورات عسكرية بحتة تتعلق بتقدم الجيش العربي السوري وانتشاره في تلك المنطقة حاليا الأردن أو ليس الأردن الأردن نحن نعلم أنه عبارة عن ساحة جغرافية لتوظيف هذه المجموعات وأيضا ساحة اجتماعية لاحتواء النازحين الذين تم استغلالهم بشكل بشع من الأردن ومن دول الخليج العربي لذلك غرفة عمليات الموك التي تقودها الولايات المتحدة بشكل مباشر وينضوي في صفوفها الأردن والعدو الصيوني والاستخبارات الفرنسية والبريطانية واستخبارات بعض دول الخليج كل هذه المجموعات تريد حاليا الوصول إلى هدفين الهدف الأول هو الضغط على الدولة السورية فيما يتعلق بالواقع الميداني والعسكري في المنطقة الجنوبية ومحاولة إحياء خطوط اجتباك جديدة أو إنشاء خطوط اجتباك جديدة على خلفية هزائم محتملة أو مفترضة يمكن أن تقع بالجيش العربي السوري نتيجة العملية المباغة التي نفزت بالأمس والتي أطلق عليها اسم عملية الموت واللمزلة الأمر الآخر هو الضغط على الدولة السورية من أجل تقديم تنازلات تتعلق باجتماع الأستنى القادم ويمكن أن تكون تتعلق بمكونات أو بشروط الذهاب إلى مؤتمر جينيف خلال الفترة القادمة إذن الموضوع يتعلق بأمور عسكرية بأمور سياسية بأمور عسكرية تتعلق بالاتفاق الذي عقد طبعا في أستنى وبأمور سياسية تتعلق باجتماع جينيف القادم خلال الفترة الماضية كل هذه الأمور أدت إلى دفع غرفة عمليات الموك بمن تمثل لإعاز للمجموعات الإرهابية لإطلاق العملية العسكرية التي بدأ بها بالأمس وليس صباح اليوم الأمر أستاذ ياسر مرتبط بتحصيل أوراق من أجل الضغط أم لتخريب هذا المسار السياسي الذي نتحدث عنه وهنا نتحدث عن دولة الولايات المتحدة بالتحديد في عهد ترامب أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها أنه الأردن مهما كان هو حليف وحليف له ثقة عالية عبر التاريخ مع الإدارات الأمريكية ومناش نسرد بالموضوع التاريخي لكن أعتقد أنه الأمريكي أيضاً بذات الوقت وضع أولويات ترامب وضع أولويات وأعلن عنه طبعاً نحن في بعض يستعجل بهذا الموضوع وموضوع الأولويات لكن أعتقد بما يتعلق بالأردن الأمريكي يريد من الأردن أن يكون على طاولة التفاوض بشكل فعلي أم كان في أستانة أو في جناف أو في كل المراحل أولاً يريد أن يعني يقدم بين مزدوجين هبة مالية للأردن من خلال هذه الأمر ثانياً يريد أن يحفظ النظام في الأردن لأنه أنا وأنا أتحدث أنا وأنا أتحدث العميد كانوا شيئاً عن موضوع الأمن كمان الداخلي بالأردن موضوع منه يعني منه مزح مثل ما نقول نحن بلبنان وسوريا فيه هناك جدل حقيقي حول الاستقرار الأمني في الداخلي بعد الهجمات التي تكررت على مراكز الأمن العام صحيح ودارت اشتباكات على مدى يومين على مدى يومين مؤخراً في الكارك طبعاً لدرجة أنه أحد الأشخاص بيخبرك أنه كان يقام مجلس عزاء لأحد التكفيريين في الأردن في مكانة مجلس العزاء الآخر لأحد الجنود وهو ابن عمه في نفس المكان والسلطة كما قال العميد من السلطة ما كانت قادرة مجلس العزاء التكفيري تلغيه أو تحاصره هذا مؤشر هذا المؤشر إذا تخذيها على استراتيجيا إذا تخذيها على الحدود إذا تخذيها على المنطقة معناها الأردن يريد أن يحمي الحدود لكن من أين يحمي الحدود؟ إذا لم يكن الجيش السوري حاضر إذا لم يكن حفظ الجيش السوري حاضرين بهالجبه وهم حاضرون في هذه الجبهة منذ سنوات لكن الأمريكي يريد بهالا اللحظة التوظيف التوظيف من أجل حفظ ماء وجه الأردن في المستقبل لأنه تصوري أنت ذا التركي بشكل أو بآخر لأ شأننا قبل نعم أنا عم حلل سياسي بشكل لأ شوية حيادي أنه شأننا أبين التركي مثل ما كنا عم نحكي أنه يعني غاطس إلى أبعد حدود في صفك الدم السوري وفي دعم الجماعات التكفيرية ما بتفقين لكن عندما يريد الاستدارة ولو بنسب مئوية منخفضة ويذهب إلى تسوية إقليمية حول سوريا فيخرج النظام الأردن ويقول أنا أولى بالتسوية أولا للروابط التاريخية بين سوريا والأردن للإعلاقات العربية العربية لكل القفاصيل اللي بنعرفها أي أضف إلى ذلك أن يخرج الأردن من موسم التسويات القادم دون أي مكاسب يعني بيكون خسر الأمن الداخلي خسر الجبهة الداخلية وخسر أمنه الحدودة لأنه كل هاي الجماعات كل هاي الجماعات سترتد إلى أين يعني العدو الإسرائيلي سيسمح بدخول يعني كل الناس اللي يجوا بالشيشان ومن كل القوقاز يفوتوا على فلسطين المحتلة أو بدوا يسكر الطريق باتجاه الأردن الأردنية لذلك العميد أشار لقصة غرفة موك بهذا المعنى غرفة موك التي أعلنت فشل يعني حرب أو حرب الجنوب واليوم المذل مش هايك ناطف لاحظي شعب يعتبره نفس التكتيك اللي اعتمد بكل الحرب الاعتماد على أعداد هائلة من المقاتلين يعني ما في مشكلة بعدد القتلى من عندهم يقتل الفوج يدخل التالي يدخل الفوج يدخل التالي ليحققوا نصر ولو لأربع وعشرين ساعة هذا النصر يصبح ورقة سياسية يقدم إلى الجهات المعنية الدولية ويقول له نحن فاعلون في هذه الجبهة ونحن قادرون على ضبط هذه الجماعات ولنا شروطا إذن هي نقطة هامة سيادة العميد إذن الأمور مرشحة باتجاه مزيد من التصعيد أتحدث عن الجبهة الجنوبية بالتحديد وذلك في محاولة لتغيير المشهد الميداني من قبل هذه الأطراف الدائمة للإرهاب نحن اعتبارا من آخر معركة في عمليات التي أجهضت منذ حوالي الشهرين أو عدة أشهر تقريبا معارك الجنوب لم تعد تلك المجموعات الإرهابية قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية بالحجم الكبير حاليا تم حشد أعداد كبيرة تم استجلابها من خارج الحدود من داخل الأردن ومن أيضا تم تجميعها من الداخل السوري لتنفيذ هذه العملية ولكن هذه العملية في الحقيقة كانت تحتمل أمرين الأمر الأول من الناحية العسكرية الأمر الأول هو بداية نجاحات يمكن أن تتطور لتحقيق مكاسب بيدانية على الأرض الأمر الآخر وهو الذي حصل أن الجيش السوري سيتمكن من استيعاب واحتواء الهجوم الأولي وينفذ هجمات معاكسة ويقوم بالقضاء على معظم القوة المهاجمة وهو ما حصل أي أن المجموعات الإرهابية المسلحة اعتبارا من مساء الأمس بدأت بتنفيذ الهجوم الكبير على أحياء داخل مدينة درعة وفي المحيط القريب من الحدود الأردنية ولكن القوات المسلحة العربية السورية في تلك المنطقة تمكنت من احتواء الهجوم وإيقاع خسائر كبير به وبالتالي أعتقد أن هذه المعركة يمكن أن يعلن عن نهايتها اليوم أو غدا لأنها فشلت في تحقيق أي إنجاز أو تبدأ أو تبديل في خطوط الاشتباك مع الجيش العربي السوري أو تبديل في خطوط الانتشار للمجموعات الإرهابية المسلحة نحن من الناحية العسكرية نعلم أن الجيش العربي السوري أقام خطوط ومواقع دفاعية صلبة منذ عدة أشهر في تلك المنطقة اعتمد خلالها على إقامة مناطق الرصد الحاكمة والمسيطرة والتي ترصد وتتمكن من التأثير الناري على كل محاور الإمداد للمجموعات الإرهابية المسلحة على كل مراكز الانطلاق المحتملة لهذه المجموعات على كل مناطق التقرب وخطوط الاشتباك المحتملة أيضا مع الجيش العربي السوري لذلك لم تكن تلك العملية هي عملية قد يعتقد للطرف الآخر العدو بأنه فاجأت جيش العربي السوري بتوقيتها ولكن من حيث المراقبة من حيث الرصد من حيث الإجراءات العسكرية هي ليست مفاجئة لأن كل إجراءات الرصد والمراقبة كانت تنفذ بآنية مستمرة وبالتالي العملية أفشلت منذ بدايتها وأجهضت ولم تستطع تلك المجموعات تحقيق أي إنجاز عسكري وأعتقد أن الساعات القادمة ستشهد إعلان فشلها كما أعلنت سابقا فشل عمليات كثيرة ذكرت نقطة قبل قليل أستاذ ياسر عود إليها كنت تتحدث عن عودة الحديث الأمريكي عن ما يسمى بالمناطق الآمنة لماذا عاد الحديث عن هذه النقطة بالتحديد وربط بين الحديث الأمريكي وحديث ترامب عن ما يسمى بالمناطق الآمنة وبين الجبهة الجنوبية تماما أول شي بس بالتوصيف للمناطق الآمنة أول يوم كان الحديث ترامب عن المناطق الآمنة فهم أنه داخل سوريا أو على حدود تحديدها بالمنطقة الشمال وفي بعض مناطق أخرى بعد الاتصال الذي جرب مع الرئيس الروسي تحول فورا لحديث عن أحد المستشاري ترامب وخرج وقالوا على الإعلام أنه ليسش هكون المناطق الآمنة داخل سوريا بل يمكن أن تكون في دول الجوار المحيطة بسوريا ما يعني أنه وفصر أنه إقامة مخيمات بلعاية الأول المتحدة مثلا على الحدود اللبنانية السورية بين الحدود التركية السورية بين الحدود الأردنية السورية ففصرت بهذا أعتقد أن لا هذا ولا ذاك بس لو سماحت بعد إذن العميد شوية عسكر كما أقرأك ببساطة الحشد الشعبي الجيش العراقي والحشد الشعبي العراقي وصلوا وصاروا تقريبا بالقرب من الحدود السورية يعني الآن هم يقاتلون في تلعفر والأمريكي يحاول أن يثني الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية على الدخول إلى تلعفر وبحال دخلنا إلى تلعفر يعني بدنا على الحدود مع سوريا مباشرة تخيل لي أنا وأنت المشهد أن الجيش السوري مع حلفاءه من الجهة المقابلة الجيش العراقي مع كل فصائل المقاومة العراقية يعني المحور العراقي السوري اللبناني في مواجهة صار بالتحام يواجه كل هؤلاء يواجهون مجموعات محور الشر الأمريكي السعودي هذا الفصل بين التقاء الجيش العراقي ولا أتحدث شعرات ممكن وضع خرائط لك العميد أخبر مننا بهذا الموضوع ممكن وضع خرائط على الأرض حنشوف أداش بعيد الجيش السوري مع حلفاءه والجيش العراقي مع حلفاءه وبالتالي نحن نتحدث عن نصر استراتيجي لذلك أنا أقول أو غيري قال طبعا أن الحرب استراتيجيا في سوريا انتهت بالنصر لمصلحة محور المقاومة لكن هناك بعض المصالح الأقليمية والدولية روسيا وبعض العواصم تعمل على ترتيب تسويات كي لا يخرج البعض خالي الوفاد من كل هذه الأزمة أحكي الأمور بصراحة كما هي بمعنى هون كان لابد للأمريكي قلتها المقدمة الواجيزة هاي لأقول لك لابد للأمريكي أن يدخل بصيغة المناطق الآمنة والسبب لا النازح السوري ولا الدول السورية ولا محور سوريا ولا محور حتى أبدا ولا محور المقاومة السبب الوحيد هو أمن العدو الإسرائيلي لو في حال استطاع الجيش العراقي ووصاء المقاومة العراقية مع الجيش السوري والقوات الحليف من الالتقاء في هذه النقاط أي أن الخطر استراتيجي حقيقي بات إلى بذيال بوجود حزب الله في جنوب لبنان خطت خطر استراتيجي حقيقي على الكيان الإسرائيلي في أي لحظة عدوان لذلك لابد للأمريكي أن يسارع فورا إلى إقامة مناطق عازلة وبالتالي يعزل هذا التلاقي في هذه اللحظة استراتيجية من هنا إذا لحظت تراجع الكلام تراجع الكلام صحيح تراجع الكلام لمصلحة أن يدخل التركي بمسافة قليلة إلى مدينة الباب مع تقدم الجيش السوري اللي صار مبارح إنهاء فكرة الدولة الكردية اللي يخايف منها التركي إنهاء فكرة مناطق العازلة بشرط أن يصار إلى ترتيبات إقليمية محددة تؤثر على التسوية المقبلة هذه التسوية تقوم على أن لا مناقطق عازلة لكن لا كيانات أخرى مهددة أنا أعتقد هذا ما يحاول الأمريكي اليوم بهذا الوقت العمل عليه من هنا تراجعت هذه المنطقة حالياً مع الإشارة هون أنه نعم ترامب كما قلت منذ قليل أنه طلب من السعودية ودول الخليج تمويل هذه المناطق بمليار دولار شهرياً لا أعتقد أنه اليوم السعودي بعض المجزرة التي ترتكب يومياً باليمن والتكاليف الباضي أنه قادر على تغطية هذه المناطق أنقل هذه الفكرة الهامة لسيادة العميد هل فعلاً تراجع الأمريكي اليوم عن إقامة ما يسمى بهذه المناطق الآمنة التي تحدث عنها ترامب؟ طبعاً الأمريكيون هم بالأساس أصحاب هذا المشروع التخريبي ضد سوريا هم رعاة الحرب على سوريا كل من يتحرك في هذه المنطقة داخل الأرض السورية أو في الجوار الإقليمي هم يتحركون ضمن مخطط الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة هي الماستر الذي يوزع الأدوار لكل هؤلاء الأطراف وبالتالي الولايات المتحدة أيضاً الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة يتحدث ويتحدث بشكل متناقض حديثه دائماً تحوي المتناقضات كلها تحدث في البداية عن علاقات جيدة مع روسيا فيما يتعلق بالأزمة السورية بالحرب على سوريا بعد ذلك تحدث عن إنشاء مناطق آمنة بعد ذلك تحدث فيه أكثر من اتجاه العلاقات مع دول الجوار كانت مضطربة في نهاية عهد أوباما بدأت تتحسن مع تركيا ومع الأردن ومع السعودية كما طبعاً عكس ما كان يتوقع نتيجة الخطاب خلال الحملة الانتخابية لذلك الولايات المتحدة لم تتراجع عن مخططها هي فقط أوقفت أو أبطأت من سير هذا المخطط خلال الفترة الانتقالية الرئيس الأمريكي الآن يحاول استجماع كل أوراق الحرب على سوريا لبناء تصور جديد يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ سياسي هي ليست جديدة بالتأكيد الرئيس الأمريكي ليس صاحب القرار في تحديد الاستراتيجي في المستوى العام هو جزء من منظومة صناعة القرار في الولايات المتحدة لأن منظومة صناعة القرار تتشكل من مراكز قوى كسيرية أحدها الرئيس الأمريكي إذن يمكن من يعتقد أن الولايات المتحدة ستغير خطها الاستراتيجي العام بتغير الرئيس هو متفائل أكثر من اللازم وهذا التفاؤل في غير مكانه لأن الولايات المتحدة لها مصلحة في احتواء الدولة السورية إن تمكنت من ذلك ستفعل إن لم تتمكن من ذلك فهي ستتابع في عملية تدمير مقومات بناء الدولة السورية العسكرية الاقتصادية الاجتماعية ستعمل مع كل دول الإقليم المعادي من أجل إكمال المخطط الذي بدأ في عام 2011 لتدمير بنية الدولة السورية ستابع وفصل في المشهد الميداني خاصة في جبهات متعددة والحاصل اليوم بريف حلب والتقدم الجيش العربي السوري وأكثر من جبهة بعد أن توقف مع ما جاء في كلمة السيد حسن نصر الله قبل قليل حيث أكد سيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أن الحزب يؤيد ويساند بقوة أي وقف للأعمال القتالية يوقف نصف الدماء في سوريا وأضاف في كلمة في ذكرى أسبوع الشيخ حسين عبيد أن الانتصارات العسكرية الأخيرة في سوريا فتحت المجال أمام مصالحات وطنية واسعة وعززت حالة الأمان فيها الانتصارات العسكرية في سوريا وآخرها انتصار حلب فتح الباب أمام مصالحات وطنية داخلية في مساحة كبيرة وحولت مساحة كبيرة من سوريا إلى مساحة آمنة وهادئة هلأ لو بيقعدوا بيحضر بعض الفضائيات العربية بتعرفوا مننا ما نسميه بيقول الدنيا خربيني بسوريا طيب تطلع على دماش الحياة الطبيعية بتروح على حمص الحياة الطبيعية ليدئي طبيعية طرطوس طبيعية بتروح على سويدة طبيعية كثير من المدن والقرى اللي مش حافظ أسماءها طبيعية اليوم الحياة بحلب تستعيد طبيعتها وهكذا طيب والناس عايشين ووضع أمني جيد وفي بعض المدن في عجقة سير أنا ما عم بيحكي أنه والله بسنا قالوا لي لا مشاهدات أيضا في هذا الأمر في هذا المجال وأكد سيد نصر الله أنه لا يوجد أي تغيير ديمغرافي في سوريا عكس ما تدعيه قنوات ووسائل أعلام تريد النيلة من الإنجازات المتحققة كل ما يقال وأيضا نحن نتهم به حزب الله وإيران إلى جانب النظام في سوريا نتهم بإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا وهذه كلها أكاذيب من الدول الراعية للإرهاب ومن الفضائيات العربية الداعمة للتكفيريين هذا ليس صحيح لا يوجد تغيير ديمغرافي في سوريا فلتذهب الوفود ولتنظم البعثات فلتأتي بعثة من جامعة الدول العربية منظمة تعاون الإسلامي جمعيات مستقلة ولتذهب إلى سوريا لا يوجد تغيير ديمغرافي إذن أعود إليك أستاذ ياسر سيد حسن نصر الله خلال كلمته قبل قليل قال المسار في سوريا أخذ منحة آخر وكنت تحدث وتقول بأن الحرب استراتيجيا انتهت في سوريا اليوم شكل المرحلة الحالية كيف سيكون لجهة هذا الصراع الذي تحدث عن الصراع السياسي بين هذه الدول أتحدث عن دول التي فشل مشروعها في سوريا الأمريكي بالتحديد واضح لو رد تعقيب شوي على ذكره زياد العميد بموضوع ترامب والأمريكان باللقيقة أنا أعتقد أنه خلينا نتماعن شوي بموضوع الإدارة الأمريكية أكتر ما نحكم على تصرفه هلأ ترامب الآن يقوم بعملية التوازي والتوازن بالخطاب السياسي الموجه لمطقة الشرق الأوسط وأعتقد أنه لن يتخلى عن مشروع محاربة داعش والمصر والوهابية لكن ما يجري اليوم أعتقد نحن بحاجة إلى وقت لا يقل عن ثلاثة أشهر لمعرفة أكثر الرؤية بوضوح بهذا الأمر الذي تحدثين عنه تماماً في مشروع واضح في مشروع واضح بالمنطقة في مشروع كلام القدس السعودي قطر أمريكا إسرائيل لأحداث تغيير ضخم وكبير وستراتيجي في المنطقة من خلال إسقاط سوريا إسقاط سوريا يعني إسقاط المنطقة إسقاط المنطقة يعني إسقاط فلسطين إسقاط المقاومة في لبنان إسقاط أي مقاومة ممكن أن تكون في وجه عدو أو محتل لذلك كان لابد لكل حلفاء سوريا أن يقفوا مع سوريا في هذه الحرب ضد محور الشر هذا الأمر بعد هذه السنوات نحن ندخل إلى سنة جديدة تقريباً من عمر الحرب على سوريا هذه الحرب أثبتة لكل هذه القوى أنهم استخدموا كل أنواع محاولات التكفير والتمييذ المذهبي والضائفي واستخدموا المال والضغط الإعلامي وكل ما يملكون من وسائل ضغط إعلامي ومالي وعسكري وكنا نتحدث عن موق ونتحدث عن موجات الهجومات في درعة كل هذه الوسائل استخدموها واستخدموا الضغط على القيادة السورية بشكل مباشر أي على الرئيس الأسد بشكل مباشر وأيضاً على القيادة المقاومة في لبنان بشكل مباشر ومع ذلك وصلوا إلى نتيجة واحدة أن كل الذي استخدموه واستعملوه في سوريا ارتد عليهم من واشنطن إلى تفجيرات باريس إلى تفجيرات لندن إلى تفجيرات بروكسل إلى تفجيرات السعودية إلى تفجيرات الكويت إلى تفجيرات إلى كل المنطقة إلى الأردن إلى كل المنطقة ما يعني أن المشروع المقاومة مشروع مقاومة هذا النهج إسقاط سوريا أثبت بعد هذه السنوات أنه يملك كل الحق وأن اليوم من يقول أنه جاء ليحارب داعش كالتركي والسعودي والأمريكي جاء فقط لأمر واحد أولاً لتبييد بين المزدوجين صورة الوجه أمام الرأي العالمي من أمام هذا الوحش التكفيري الذي لا يؤمن بإنسانية الإنسان والأمر الآخر ليحجز لنفسه مكان على وعسى أن يكون له مكان في حال باتت هناك تسويات إقليمية ودولية ونحن نرى اليوم أن الأمريكي في مكان من الأمكن يقول أنا أثبت مستعد للتفاوض مع كل القوات ننسي الضجيج حول إيران واللي عم تسمعي بين إيران وأمريكا هذا بالإعلام شي تاني ننسي الإعلام الحكي بالإعلام أو عم تسمعي الضجيج اللي عم تسمعي يعني كمان بخصوص أوروبيين وسوريا أنا بقولك من هلأ في وفود أوروبي قريبا جاي على لبنان ومن لبنان جاي تزور سوريا خلال وقت قصير جدا وبعض هم مرشحين لبعض المراكز في فرنسا ما يعني أن كل العالم بات يدرك أنه كان يعيش في وهم وانتقل هلأ بهذا الإطار نحن أيضا يعني كما كان يتحدث تنقلون إلى كلام لسمحت السيد بس سيد حسن واضح الكلام أنه طب نحن بخلال التسويات هل نرفض التسويات؟ طبعا للقيادة السورية ولكل قيادة محور المقاومة ترفض التسويات تقول منذ اللحظة الأولى نحن مع حفاظ على الدم السوري وعلى الأرض وعلى العرض وعلى الأبناء وعلى البناء تحت الأرض إلى كل شيء ومستعدون للمصالحات وإلى آخره ما يعني أننا نحن الآن في مرحلة إذا شئت أن هناك عواصم كانت تريد الإيغاء الأكثر في المشروع السياسي والآن باتت تقف أمام هذه العوائق التي خلقها أو التي وضعها محور المقاومة وفي المقدمة قيادة سوريا وجيش سوريا حتى ما حدا يتوهم أنه فيه حتى غلط القراءة هنا قيادة سوريا بشخص الرئيس الأسد وجيش سوريا هو الذي قاد كل الحلفاء في هذه المعارك وسيتابع القيادة حتى ما حدا يقرأ وحتى ما حدا يقرأ غلط فبناء علي هؤلاء جميعهم بالنهاية سيجدون أنه لا بد من الجلوس أكان في أستانة أو في جناف ولا أستبعد في يوم قريب أن يجلسوا في دمشق ليعتذروا لكن بالحديث عن هذه العواصم التي أتحدث عنها الأستاذ ياثر سيادة العميد هل هي بيوارد فعلا إعادة النظر بحساباتها أتحدث عن دول الدعم الإرهاب تحدثنا عن تركيا أتحدث عن السعودي والقطري بالتحديد لأنها طالما أعلنت وهي على الأرض تقوم بمواصلة دعم الإرهاب ولكنها طالما أعلنت إصرارها على الاستمرار بدعم الإرهاب طبعا فقط أريد التعليق على كلام سماحة السيد وأحد أحد الجمل التي علقت دائما وأحبذها كلام السيد سيد الكلام هو تحدث في هذا الإطار تحدث في ما يخص بالحرب على سوريا في سلاسة محاور المحور الأول هو تفنيد الإدعاءات التي تحاول شيطان الدول السورية وحلفاءها المحور الثاني هو نتائج حرب تحرير حلب على كل مسار الأحداث في سوريا الأمر الثالث هو موضوع الاستغلال البشع للنازحين ودعوة القيادة اللبنانية والحكومة اللبنانية للتصرف بمسؤولية وبشكل إيجابي للتعاون مع سوريا نعم من أجل إنهاء هذا الملف والتخفيف من آثاره على الدولة اللبنانية أعود إلى سؤال حضرتك على موضوع الدول الإقليمية طبعا نحن لا نستطيع أن نضع كل الدول الإقليمية في كف واحد بسبب اختلاف الميزان الذي يمكن أن توزن به كل دولة عندما نتحدث عن تركيا نتحدث عن دولة كبيرة لها تأثير كبير في الحرب على سوريا كانت من المساهمين الكبار في نشوء الحرب على سوريا واستمرارها وتغزيتها المستمرة عندما نتحدث عن الأردن عن لبنان في بداية الحرب كانت لها دور سلبي جدا في موضوع تمرير الإرهابيين للأرض السورية عندما نتحدث عن السعودية ودول الخليج الأمر مختلف السعودية ليست أكثر من مفرخة للإرهابيين ولكنها لا تستطيع أن تتحكم بمسار هؤلاء الإرهابيين هي صندوق مال وليست آمر الصرف لصندوق المال هي عبارة عن مستودع سلاح وليست صاحب القرار في استخدام هذا السلاح ووجهته لذلك نتحدث عن دولة يتم استخدامها وتوظيفها بما يلائم المخطط الأمريكي الساعي إلى تدمير الدولة السورية طبعا الأردن هو في ذات الإطار الذي يمكن أن يوصف فيه السعودية مع الاختلاف فقط هو موضوع أن له حدود مشتركة ساهم من خلالها في تدمير جزء كبير من المنطقة الجنوبية واحتلالها من قبل المجموعات الإرهابية الأردن كان له دور في احتلال الإرهابيين للحدود السورية الأردنية والتي يدفع الآن سمنها ليس أمنيا فقط كما ذكر الأستاذ ياسر إنما اقتصاديا نحن نعلم أنه في بداية أو قبل بداية الحرب على سوريا كانت الحدود السورية الأردنية هي مجال أو مصدر التمويل لكثير من المناطق الأردنية يعتاشون على الخضروات السورية على مدخولهم من الدولة السورية شريع الحيات نعم كانت لهم لذلك لكل دولة من هذه الدول أعتقد أن موضوع تغير الاتجاه هو من المبكر أن نتحدث عن تغير الاتجاه ما حصل بالنسبة لتركيا هي الهزيمة العسكرية في حلب التي أرغمته على محاولة إظهار تغير ولكن هذا الأمر لتحقيق مجموعة من الأهداف الهدف الأول هو محاولة الحفاظ على القوة العسكرية على القوة البشرية لتلك المجموعات الإرهابية التي خسرت حربها في حلب فأراد إخراجها والحفاظ عليها في منطقة أخرى هي محافظة إدلب الأمر الآخر هو أن تركيا أرادت كسب الوقت من أجل إعادة بناء القوة لهذه المجموعات لاستخدامها مجددا عندما يحين الوقت الأمر الثالث الذي أرادت من خلاله تركيا إظهار هذا الوجه هو محاولة تصليح إصلاح علاقتها مع روسيا والقول بأننا سنساهم معكم في محاربة الأرهاب وهذا الأمر فقط في الشكل أما في المضمون فالرئيس التركي هو القاتل المجرم الذي لا يمكن إصلاحه حتى لو أدخل سجن الأحداث هو لن يستطيع إصلاحه لأن الموضوع لا يتعلق فقط بأردوغان الموضوع يتعلق بخمسمائة سنة أو ستمائة سنة من العداء التركي لكل ما هو عربي لذلك أنا نتحدث الآن عن إعادة علاقات أو تغيير في مسار هذا الأمر هو من المستحيلات طبعا عندما نتحدث عن تغيير في الدور السعودي هو خاضع لخسارته المادي لخسارته العسكرية لعدم إمكانية تأثيره في الأحداث في مجرى الأحداث وهي نقطة هامة كيف سيتجل ذلك في الميدان سيادة العميد أنا أقول نتيجة التحول في الميدان إذن السعودية الآن خسرت إمكانية تأثيرها في المنطقة الشمالية بشكل كبير لأن كل المجموعات الإرهابية هي لا تستطيع أن تقول أنها تساند داعش وترحب بانتصارات داعش أو النصرة هي تقول بأن ما يسمى معارضة معتدلة تدعمها هذه المعارضة المعتدلة حبست أو زربت ليس أكثر من ذلك هي لا تستحق أكثر من هذا التعبير في منطقة في محافظة إدلب لا تستطيع الخروج خارجها حتى لو حاولت القول بأنها هي ملتزمة بوقف اطلاق النار هي ليست ملتزمة هي ملتزمة نتيجة الضغط العسكري السوري في المنطقة الجنوبية السعودية ترعى مجموعات كبيرة من الإرهابيين الذين خسروا كل نقاط قوتهم كانوا يدعمون جيش الإسلام وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط في الألغوطة الشرقية في محافظة دمشق أو ريف دمشق هذه المجموعات خسرت مناطق قوتها خسرت نفوزها هي محاصرة في بؤر قليلة حتى وإن كانت مساحة الغوطة الشرقية تقارب نصف مساحة لبنان أو ربع مساحة لبنان طبعا مع محبتنا لبنان هي للمقارنة فقط ولكن هي لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك هي تقاتل ضمن هذه المنطقة من أجل البقاء فقط ومن أجل كسب الوقت ليس أكثر من أجل تحسين شروط الاستسلام الآتي حكما لتلك المجموعات الإرهابية في الغوطة في المنطقة الجنوبية الجيش العرب السوري قسم مناطق النفوز للمجموعات الإرهابية قطع خطوط التواصل قطع خطوط الإمداد أصبحت مناطق تواجدهم بؤرية أيضا بتسمية عسكرية هي بؤرية لا تستطيع أن تنتشر خارجها لا تستطيع أن تنفذ عمليات عسكرية بمستوى عملياتي أو استراتيجي عملياتها العسكرية هي في المستوى التكتيك الضيق الذي لن يحقق أي نتيجة خلال هذه الفترة أو خلال المستقبل أريد أن نفصل فيما يتعلق بالمشهد الميداني جد على ذكر أكثر من جبهة لكن التقدم الحاصل لجيش العربي السوري في ريف حلب أستاذي آسر والجيش وصل مشارف مدينة الباب نتائج السياسية لهذا التقدم فيما يتعلق أيضا بالعمليات المستقبلية باتجاه الرقم طبعا يعني ما كنا نجيبنا سيرتها استراتيجي جدا السبب واضح مشروع التركي يمكن تفضل العميل بداية الحديث أنه فكرة المناطق العازلة هو مشروع أمريكي تركي وكان أردوغان للآخر عم يحاول بكل المنتديات الأقليمية والدولية أن ينجح بهذا المشروع وفشل وبالتالي اليوم هو أمام مشكل الداخلي كبير يعني الباب تحديدا بموقع الجغرافي يعني التركي لا يريد إقامة دولة كردية بهذه المنطقة روسيا أيضا هي روسيا أيضا تساير التركي في هذا الأمر سوريا قيادة وشعبا وحكومة أيضا لن تسمح بعمليات تحت أي نوع من أنواع التقسيم تحت أي مسمى بأي شكل من الأشكال كان بالنهاية له أهداف وكذلك بتحدث العميد أنه الأردن بالجبهة الجنوبية كان أيضا كان نعم يحكي عن درعة ومناطق درعة إذا قامت مناطق أمينة التقدم الذي يعمل الجيش السوري اليوم هو عمليا أنهى مشروع سياسي إقليمي ودولي قال ببساطة أنا الشرعي السوري وصلت بسط إيدي على هذه المنطقة وسأتقدم باتجاه مناطق أخرى هذا التقدم أولا الحسابات شو مكانت هالحسابات داخل سوريا إلى صوابه لأنه الجيش السوري سيكون هو السيد في تلك المنطقة والحكومة السورية ستكون وسيطمن يطمعن الخارج أن سوريا القيادة أيضا ليست بوارد لعب أوراق بالمعنى الوطني في مسائل تكتيكية لأن هالمسائل مثل ما قولنا إحنا بأعدادنا ما بينمزح فيها يعني فيه مسائل ما بينمزح فيها فالقيادة بعد إذا هم ما في مزح بين بكلمة بينمزدوجين بمسائل وطنية كبرى على حساب مسائل تكتيكية بالسياسي وبالذلك تأخذ بعين الاعتبار هنا كان نعم نقول السيد حسن من شوية وسمعناه وكنت يابر تيب التقريب أنه نتائج معركة حلب نتائج معركة حلب نعم نحن نرى نتائج معركة حلب يعني هذا الذي يجري في الباب هو من نتائج معركة حلب كما موضوع أستانا وموضوع جناف وموضوع درعا اليوم وواضيع أخرى ستطرأ كل من نتائج حلب والجميع كان يقول ما قبل حلب ليس كما بعد حلب وهذه النتائج الهامة هي عمليا أنهت من هون نهاية نشوي إنها انتهت استراتيجيا الحرب في سوريا بانتصار محور سوريا ضد هذا محور الشر ونرى مفاعيل التسويات الإقليمية أنا أعتقد هذا جزء بالسياسة أتحدث هنا ما يجري هو جزء من هذا من هذه التسويات وأن كانت أحيانا لا ترضينا أو لا يعني يجب بس لكن يجب أن نتمع عن أكثر نتمع عن أكثر بأن سوريا ومحور سوريا ومحور المقاومة لن يكون لقمة سائقة بمعنى آخر يعني هعطي هيك مثال قبل ما أعطي يعني اترك المجال للعميد ما أخذه كل وقته بعد حرب تموذ 2006 المقاومة انتصرت بعد 33 يوم حزب الله انتصر على إسرائيل بدعم سوريا وبدعم كل حلفاء المقاومة صحيح إسرائيل بالمفاوضات السياسية حاولت أن تأخذ من المقاومة ومن لبنان ومن محور المقاومة بهذاك الوقت وتبقوا المحور المقاومة أيضا حزب الله وكل حلفاء في ابنان وأيضا سوريا وقيادة سوريا وفي المقاومة ومقدمة هؤلاء الرئيس بشار الأسد حاول المقاومة ما حدا ينسى طبعا وإيران وقيادة إيران هذا المحور الذي قاتل 2006 وليلال الذي يقاتل اليوم إسرائيل حاولت مع أمريكا والسعودية نفس نفس العواصم عديدهم نفس العواصم حاولوا أن يأخذوا في السياسة بعد هزيمتهم عام 2006 ما لم يستطيعوا أن يأخذوه في الحرب اليوم في سوريا بعد هزيمة هذا المشروع في سوريا نفس العواصم تطلع فيه نفس الأسماء يحاولون أن يأخذوا في السياسة من سوريا ما لم يستطيعون أخذه في سنوات الحرب وهذا لن يحصل وكما فرضت المقاومة ومحور المقاومة عام 2006 رؤيتها بالتسويات أيضا ستفرض سوريا بقيادة رئيسها أيضا ومحور المقاومة رؤيتها للتسوية الإقليمية والدولية تحت عنوانين الحفاظ على سوريا قيادة وشعبا وأرضا موحدة سوف أعودي لموضوع تسويات طبعا هذا مشعارات مشعارات مقارنة من نفس الموقف سوف أعودي لموضوع تسويات وأيضا اجتماع أستنى وتحضير لجنيف لكن أبقى في الميدان وفيما يتعلق بتقدم الجيش العربي السوري سيادة العميد باتجاه الباب ووصل إلى مشارف مدينة الباب سيطر على طريق الباب الرقة ميدانيا تشرح لنا أهمية الحاصل في هذه المنطقة الاستراتيجية وبطبيعة الحال كيف سيكون التأثير في العمليات الميدانية مستقبلا طبعا قبل أن أبدأ بالشرح الميداني المفصل لعمليات الجيش العربي السوري لابد أن نتحدث عن معركة الباب بشكل واضح لتوضيح الصورة للناس معركة الباب هي عبارة عن معركة كسر الخطوط الحمراء من الجانبين السوري والروسي من الطرفين حلف المقاومة حلف سوريا وشركائها وحلف العدوان على سوريا أرادت تركيا من هذه المعركة والتقدم باتجاه مدينة الباب مجموعة من الخطوط الحمر الخط الأحمر الأول هو ما أعلنه الرئيس التركي من أنه لن يسمح للجيش السوري بالتقدم باتجاه الحدود التركية الخط الأحمر الثاني أن منطقة حلب هي جزء من المستعمرة التاريخية للدولة العثمانية الخط الأحمر الثالث هو موضوع الأكراد الدولة السورية أيضا لديها خطوط حمر وأرادت أن تفرضها من خلال هذه الحرب الخط الأحمر الأول هو أن مدينة الباب هي خط الدفاع عن مدينة حلب ولا يمكن أن تسمح بها لتركيا الخط الأحمر الثاني الذي أرادته الدولة السورية أن التمدد التركي باتجاه الجنوب هو خط أحمر ولا يمكن السماح به الخط الثالث الأحمر الذي أرادت الدولة السورية أيضا كسره هو موضوع التحرك باتجاه الطبقة تحديدا ومنها إلى الرقة لأن هذه المدينة مدينة الباب هي عبارة عن المفتاح المفصلي نعم هي المنطقة المفتاحية لبدء معركة تحرير الرقة باتجاه الشرق طبعا أنا لن أتحدث عن مدينة الباب كموقع عسكري صغير هو ليس أهم من أي مدينة سورية تحت احتلال المجموعات الإرهابية أو المجموعات التعكية ولكن هو لهذه الأسباب تكتسب أهميتها معركة الباب حاليا الوضع العسكري في تلك المنطقة الجيش العربي السوري وصل إلى بلد التادف يقعد عن مدينة الباب واحد كيلو متر من الاتجاه الجنوب الشرقي هذه المدينة التي تعتبر ممرا طبيعيا باتجاه مدينة الباب بعد أن تمكن الجيش من تحرير قرية صغيرة بلدة صغيرة وليس قرية صغيرة هي بلدة صغيرة تسمى أبو طلطل وتقدم باتجاه مدينة التادف والعمليات العسكرية الآن أو بلدة التادف الكبرى والعمليات العسكرية تجري داخل هذه البلدة التي تبعد واحد كيلو متر عن الباب في الاتجاه الجنوبي الجيش العربي السوري وصل إلى المشارف الجنوبي لمدينة الباب في الاتجاه الجنوبي الغربي أيضا من المحور الجنوبي الغربي يتقدم الجيش ووصل إلى مسافة مئات الأمتار من مدينة الباب على الطرف الآخر القوات التركية تتواجد في منطقة قباسين التي تبعد بحدود 4 إلى 5 كم عن مدينة الباب قوات عصابات ليست قوات عصابات درع الفرات التي تدعمها تركيا بقواتها بشكل مباشر وكل ما تحتاجه لتنفيذ عملياتها العسكرية وصلت إلى مشارف مدينة الباب من الاتجاه الشمالي والشمالي الغربي والشمالي الشرقي هذه المنطقة أراد من خلالها أردوغان اليوم من خلال تصريحاته اليوم بأنه يريد الدخول إلى مدينة الباب لمنع الجيش السوري من التقدم باتجاه هذه المدينة وتحريرها وإطلاق عملية كما أسماها لتحرير الرقة بالتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية وعصابات درع الفرات التي تقودها التركيا أعتقد أن الساعات القادمة ستحسم عملية الدخول إلى مدينة الباب بالنسبة للجيش العربي السوري لأن القرار المتخذ هو بتحرير الباب بالجيش العربي السوري ويبقى هنا أمام تركيا أحد خيارين الخيار الأول هو أن تبقي قواتها في المنطقة الواقعة شمال مدينة الباب وبالتالي تخسر سياسيا ما حاولت كسبه خلال الفترة الماضية والخيار الثاني هو أن تتقدم بإرهابييها المسمى الذين يطلق عليهم تسمية درع الفرات وقواتها باتجاه مدينة الباب ليكون الاستضام بين الجيش السوري والجيش التركي مباشر في هذه المدينة ولتتغير كل قواعد الاشتباك وقواعد الحرب على سوريا في تلك المنطقة واليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن قواعد جديدة وضعت لمنع الاشتباك بين الجيشين السوري والروسي بالتأكيد هذه القواعد لن تكون على حساب الدولة السورية الدولة السورية تعتبر مدينة الباب أمر سيادي خالص لا يمكن القبول بأن تتوقف قواتها على مشارفها دون الدخول إليها هناك كما قلت الموضوع الذي تحدثت عنه الدفاع الروسية منع الاستضام هو ليس حدود جغرافية أو كما أسمته خط فاصل هو ليس خط فاصل جغرافي هو خط فاصل ألا يصطدم الجيشان داخل مدينة الباب ويبقى طبعا التعبير الذي أطلقه وزير الدفاع الروسي منذ عدة أيام من أن لتركيا أهدافا خاصة في الشمال السوري تنفزها من خلال وجود قواتها طبعا هذه الأهداف أعتقد أن الروس يتفهمون جزء منها وهو موضوع الطموحات الكردية التي تريد إنشاء فيدرالية في المنطقة الشمالية وتعتبرها تركيا خطرا على أمنها ولكن أكثر من ذلك لن يكون هناك تهاون سلاح جو فضاء الروسي سيقدم الدعم الجوي الدعم الناري التوطين النارية للجيش السوري إن تم الاشتباك مع الجيش التركي وهذا أمر مفروغ منه أستاذ ياسر إذا أردنا أن نجمل اليوم ما يتعلق بالمشهد الميداني في المرحلة المقبلة خاصة أن نتحدث عن هذا التوقيت الذي يستبق اجتماعي أستنى وجنيفة نتحدث عن تصعيد سوف يكون في أكثر من جبهة في إمكانية لأن جبهة درع تتزامن مع دخول منذ أيام الحديث دخول التركي على خط الباب ودخوة درع الفرات أو قوات سوريا الديمقراطية ما يسمى طبعا أنه دخل هذا الكلام يعني هذا في تزامن وإن كان في أسبوع بين المعركتين عمليا لكن توقيت التركي الأردني الإسرائيلي واحد يعني ما اختلف إلا بأيام وهذا ليس من باب الصدفة الأهم أنه نحن اليوم صرنا بمرحلة أنه صارت الأوراق كلها مثلا بيقولوا عم تلعب على المكشوف يعني ما عد في حدا مخبي مشروعه كل الناس مشاريعها نحطت على الطاولة وصارت على طاولة البحث لكن أنا أعتقد أنا أعتقد بناء على التقدم فيه العميد أعتقد لن يكون هناك اشتباك تركي سوري على أرض مدينة الباب أعتقد هذا أمر يعني فيه حدود كما كان عم يرسم خطوط حمراء سورية ودولية فيه خطوط حمراء دولية وهيدي مسائل كبيرة كتير وبابا تصور المنطقة بتحمل هيك نوع من الردود الفعل وبالتالي عندما ترسم فواصل نارية ترسم لحين معين وح أعطي مثال أنا مثال بعشيقة في العراق الجيش التركي تقدم بأربعمائة عسكري بمعسكر بعشيقة كل اللي صار وقت الفصائل المقاومة مع الجيش العراقي أخذوا المنطقة حاصلوا القوات التركية الآن إلى اللحظة التي أحدث إليك فيها القوات العراقية محاصرة داخل معسكر بعشيقة تركيا عفوا محاصرة داخل معسكر بعشيقة وأحيانا تعمل قوات الجوية التركية على إنزال المواد الغذائية عبر الطائرات هالمسائل كتير حساس ما يعني أن التركي أردوغان كل ما هناك إذا أردنا بهذا الموضوع أنا فتحت هذا الموضوع كتير حساس هذا الموضوع الأردوغان يتحدث بوجه الأمريكي ليس بوجه السوري ولا بوجه الروسي هو يتحدث بوجه الأمريكي إنني إذا لم تعيد إلي التحالف الاستراتيجي التي تتحدث عنه فأنا مستعد أن أذهب بآخر الأوراق إلى أماكن لا يحمد عقباه لي لأنه أردوغان إخواني اليوم خايف على حاله لذلك مرة بيلعب بالورقة العراقية مرة بيلعب بالورقة السورية مرة بيلعب بالورقة الجسر اللي عنده ساعة بيعليه ساعة بيمر النازحين ساعة بيقول بطلت أعطي خل اسمح للنازحين دخول إلى أوروبا يعني عم يلعب بالأوراق بطريقة باتت غير مفهومة وهذا يدل على عدم توازن في السياسة الخارجية أمريكي يعلم ذلك لذلك ترامب قال له من يومين إذا تلاحظوا قال له أنت حليف استراتيجي لنا في ناتو يعني عم يطمنوا أنه نروئ الأمور شوي نحاك لكن بغض النظر نعم كلما اقتربت مواعيد الاجتماعات الدولية بشأن سوريا هذا جوابنا على اللي كنت هم تفضلي فيه كلما اقتربت اشتعال بعض المعارك التكتيكية هنا أو هناك وهذا أمر طبيعي في هذا الزمن يعني كل الحروب كانت عندما تريدين تحضير أمر سياسي أو أقليمي على طاولة بحث يعني تحضرين المسرح الميداني كي يدخل البحث السياسي في أمور جدي السبب أنه بعد كما بلشنا بالحديث من الأول وقال سيادة العميد أنه نحن نتعلم أنه الأردن بهذا الوضع بالجبهة الجنوبية بهذا الوضع الصعب وكل الناس فاتت على تسويات وعندها يعني السعودية مع تركيا قدرت تتمون على فصائلها وأجيبتها على السيتانة أو على جينيف صحيح؟ طب الأردن اليوم نفس الأمر لذلك التفصيل اللي حكيه عن الدول والعواصم نحن أمام هذا المشهد نعم سنشهد هكذا نيران محدودة يعني تشتعل لكن الأهم الأهم أنه يجب أن نفتش على العامل الإسرائيلي بكل هذا الأمر الآن يجب التماعهم جدا بموضوع العدو الإسرائيلي أنا أعطرح سؤال يمكن لم يناقش الآن أتمنى شي نهار هيك كون ضيفي كون نقش فيه مع كمان مع العاملين أنه هل ما يجري في هذه المناطق الآن؟ وسوريا بكل طوال نقول كما قلنا نحور نستسر استراتيجيا أين إسرائيل من هذا الموضوع؟ يعني ما حدا عم يجيب سيرة إسرائيل أبداً خال إن شاء الله هالأد العدو الإسرائيلي يعني عائل وهالأد ما خاصه باللي عم يصير وهالأد هو يا رب يعني يكفوني شركم بكفيكم شري أنه كل هذا الموضوع والإسرائيلي ما عم يتحرك أنا الاعتقادي أنه منذ الآن ولذلك قد تتحدث السيد حسن عن المناطق وعن سوريا وعن موضوع ببعض قد تفصل ببعض النقاط وإظهر موضوع التغيير الديمقرافي وأنا ببقي بأحد حقيقي وقت وكان يقصد بأحد المقاصد روح وفتشوا على الدعاية الإسرائيلي الإعلامية المالية هذا عدا عن التدخل العسكري ممكن ليكونوا بأي لحظة لذلك هذا أمر جد مهم ويجب البحث فيه في أوقات لاحقة لكن نعم نحن أمام مرحلة من اشتعال نيران محدودة لمصالح سياسية وهذا مدخل لما سنبحثه في الملف الثاني من استوديو الحدثة المتعلق بالتحضيرات الجارية لاجتماع أستنى وكذلك لجولة محدثات جينيف حيث أكدت موسكو أن العمل أشاري لتحضير جولة محدثات جينيف وأنها تحضر لاتصالات جديدة بين الحكومة السورية والجماعة المصلحة في أستنى هذا الأسبوع وتشير على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف أنها وجهت دعوة للولايات المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع موسكو تجدد التأكيد على أن الوضع الراهن أكثر ملأمة بكثير لاتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة في سوريا وتشير أنها تحضر لاتصالات جديدة بين الحكومة السورية وما توصف بالجماعات المسلحة في العاصمة الكازاخية أستنى هذا الأسبوع وأنها وجهت دعوة للولايات المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن العمل جار على تحضير جولة محادثات في جنيف في العشرين من الجار برعاية الأمم المتحدة وفي مقابلة مع قناة انتي في الروسية أشار لافروف إلى أن طرح شروط مسبقة من قبل المعارضة قد يؤدي إلى تأجيل جولة محادثات جنيف ورأى أن ذلك سيلحق أضرارا جدية بسمعة منظمة الأمم المتحدة وكانت تلك المشكلة إضافة إلى تمثيل المعارضات أبرز ما يعترض اللقاءات الدولية في جنيف وغيرها وحول ذلك كان المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا أعلن أنه قد يشكل وفد المعارضة بنفسه في حال إخفاق المعارضات في ذلك وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت أنه تمت دعوة وفد الجمهورية العربية السورية وممثلي المعارضة إضافة إلى ديمستورا إلى اجتماع في أستنى يعقد يومي الخامس والسادس عشر من الجاري بشأن تسوية الأزمة في سوريا وقد شهدت أستنى اجتماعين خلال الفترة القريبة الماضية أسفر عن اتفاق حول تثبيت وقف العمليات القتالية في سوريا إذن نجدد الترحيب بضيوفنا الكرام في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هيتم حسون أهلا بك من جديد سيادة العميد ونجدد ترحيب الأستاذ ياسر الحريري العلامي والكاتب السياسي أهلا بك من جديد أستاذ ياسر أبدأ معك سيادة العميد إذن اجتماع في أستنى مقرر يومي الخامس والسادس عشر من الجاري ما الذي سيبحثه خاصة فيما يتعلق بمراقبة ووجود آلية ووضع آلية لمراقبة اتفاق وقف العمال القتالية طبعا اجتماعات أستنى بالأساس كانت هي عبارة عن أحد إنتاجات حرب تحرير حلاب وبالتالي هي قرار المنتصرين هذه السلسلة من الاجتماعات التي عقدت في أستنى في المرة الأولى والثانية يأتي بعد اجتماع تقني قبل أيام نعم هو الاجتماع الأول تم فيه وضع إسوس أو تم فيه عقد الاتفاق لوقف إطلاق النار الاجتماع الثاني تم وضع إسوس لإقامة منظومة للمراقبة والتدقيق والتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار وحاليا الاجتماع الثالث طبعا في الاجتماع الثاني تم دعوة الأردن وحضر جزء من الاجتماعات في الاجتماع الحالي أيضا يتم الاجتماع بكل الأطراف السابقة مع الدعوة للولايات المتحدة الأمريكية لحضور هذا الاجتماع كما ذكر وزير الخارجي الروسي وأيضا دعوة ديمستورا لحضور هذا الاجتماع طبعا هذا الاجتماع له وظيفتان الوظيفة الأولية الأولى عسكرية تقنية تتعلق بتحديد الآليات لضبط وقف إطلاق النار وتحديد الإجراءات الردعية وغير ردعية لأعمال الخرق لوقف إطلاق النار وإجراءات الرقابة ودخولها أو إدخالها حيث تنفيذ الأمر الآخر أعتقد أنه يتعلق بالجانب السياسي موضوع تشكيل الوفد الذي يمكن أن يكون طرفا في الاجتماعات جينيف القادمة طبعا حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد الوفد بشكل نهائي ولكن قيل عن عشرة أشخاص عسكريين وعشرة أشخاص من المنصات تتحدث عن الوفد الذي سيطلب إلى جينيف نعم وفد جينيف أتحدث عن أستنى كمنصة للوصول إلى جينيف وليست كهدف بحد ذاتها إذن الموضوع يتعلق بتشكيل وفد المعارضات لاجتماعات جينيف القادمة والحديث حول مكونات هذا الوفد يتم الحديث عن عشرة أشخاص عسكريين وعشرة أشخاص من السياسيين خضراء والسفنين نعم سياسيين الذين ينتمون إلى مختلف المنصات هيئة التفاوض مجموعة الرياض كما تسمى منصة القاهرة منصة موسكو منصة باريس والآن منصة في بيروت طبعا جديد بيرع والتي بيرع نعم لازم يكون لدينا دور طيب واليوم كان هناك اجتماع لمحاولة إنشاء منصة في دمشق طبعا كل هذه الأطراف من المعارضات يمكن أن تكون طرفا في الوفد الذاهب للتفاوض مع الدولة السورية بطبيعة الحال هذا الاجتماع لم يحدد حدد موعده بشكل تقريبي ولكن لم يتم التدقيق على أن هذا الاجتماع سيعقد في عشرين شباط هو موعد أولي سوف أأتي إلى حديث عن جنيف لكن أبقى في ما يتعلق باجتماع أستنى وتحدثت قبل قليل أستاذ ياسر عن أهمية هذا الاجتماع وما أنتجه وما أفرزه هذا الاجتماع هذا الاجتماع اليوم الذي سيعقد بعد أيام يأتي بعد اجتماع تقني عقد قبل أيام قليلة ما الذي سينتجه قبيل انعقاد جنيف؟ خلينا نشوف شغلة كثير مهمة خاصة مع دعوة نتحدث عن وجود الأردن ودعوة الأولاد المتحدة كان موجود في الاجتماع قبل أيام اجتماع تقني والأمريكان كانوا موجودين بصفة مراقبة يعني عمليا أنه بشكل هامشي لكن لم يقولوا لا لروسيا طبعا الشياطينهم كانت موجودين طبعا بغض النظر عن الشياطينهم بس أنه هنك أشخاص كمان تولوا ليه هنك كانوا مشرفين على الشياطين نعم الولاد المتحدة لكن خلينا نقول شغلة كثير مهمة شو عمل أستانى؟ أستانى شو عمل؟ عمل أنه خلى الترك يقول والصعودي بشكل مباشر أو غير مباشر أنا أرعى هذه الجماعات وبالتالي أنا أستطيع أن أجيء بهذه الجماعات بهذه الجماعات إلى طاولة التفاوض وذهب من ذهب من هذه الجماعات التي قيل أنها معارضة مرتدلة بين المزدوجين صحيح؟ طيب وقام إلى النظام في سوريا أن يقول أنها جماعات مسلحة موجودة لكن الأهم أن هذه الجماعات مجرد أن تجلس إلى الطاولة لتفاوض الحكومة السورية يعني عملياً هي قالت بشكل واضح ومباشر أن القيادة السورية المصرية هي الممثل الشرعي الواضح للشعب السوري هذا أمر شاء من شاء وأبا من أبا هاك يعني وإلا اللي بدي أعود معك على الطاولة مانشي؟ هاي واحدة ثاني اتنين يجي الروسي قدري يقول الروسي للأمريكي أنه إذا لم تسر وتمون على بعض العواصم أجيء وفي ترتيب أوضاع جينيف من هون مفهم اللي قاله العميد أنه شو الترابط بين أستانا وبين جينيف اللي لاحق بها المعنى فأستانا ستبقى ستبقى محور ومحور دولي هذا الأمر ثبت أنه في وقع اطلاق نار بشكل كتير كبير بأكثر من منطقة سوريا بغض النظر عما يجري في بعض مع داعش أو النصرة أو اقتتال بعض الجماعات عم يحكي كجيش كدولة ملتزمة بخطوط اتفاق بوقف العمليات القتالية بشوف اطلاق النار في أكثر من منطقة وبالتالي أفضل الوضع من مكان هذا يدل على أنه الروسي والتركي والإيراني والسوري في هذا الموضوع جديون جدا فأن يأخذوا سوريا إلى حلول سياسية وتثبيت وقف اطلاق نار يريح كل الناس هلأ بالمقابل بالمقابل إذا بنحكي أنه الأمريكاني شو بده؟ أنا طبعا بنحكي مدمرنا شوية حكينا أنه الأمريكاني منه جمعية خيرية لا هلال أحمر سوري لأنه هلال أحمر ولا صليب أحمر ولا أي جمعية خيرية ما بيقدم بلاش بده يقدم بده يكون أولو مقابل الأمريكي بالطبع لن يتحمل أن تسير الأمور بعيدا عن رضاه وهي لن تسير بعيدا عن رضاه ولن يقبل بأن يكون خارج كل ما يجري وبالمقابل السوري والإيراني والروسي بيعرفوا أنه أي عملية تسوابية ما بتصير إلا بحضور الأمريكي ولا ما بتصير قادر الأمريكي يخرب يا مباشرة يا من خلال حلفائه من لأن على ما تقدم نحنا منشوف هذا المشهد بأستانا هو أولا بعد هو التعدد أنه استطاعت روسيا وحلفاء المقاومة أن يكسروا الاحتكار الدولي في رعاية الحوار السوري ويؤكدوا أن في سوريا لا توجد مجموعات حوارية أو معارضة واحدة بدليل كلامي لا بفي واحد من محور سوريا ولا من محور المقاومة قالوا مبارح الأخ دي مستورة طلع بيقول إذا ما اتفعوا الجميع على وفد بجناف أنا بدي سمي الوفد بجناف يعني معناته نحنا عم نقدم أمثولي عم نقدم أمثولي أنه يا أخي مش مظبوط أنه حاملين لها وهذا تماما اللي حكي عنه السيد حسن وقت اللي قال أنه معارضة الفلادق والعواسم ومعارضة الجماعات المسلحة اللي راحت واللي هي وقفت إطلاق النار على الأرض بسوريا قبل أن أتي على حديث مما تعلق بالمعارضات وإمكانية تشكيل وفد موحد لهذه المعارضات وتحذير ديمستورة ليست المرة الأولى التي يحذر فيها ديمستورة بالأمس عاد وحذر المعارضة وشدد على ضرورة تشكيل هذا الوفد يبقى جانب متعلق بالموضوع التقني سيادة العميد مع التصعيد الحاصل في الجبهة الجنوبية هل بالإمكانية ضمها إلى اتفاق وقف العمال القتالية مع وجود الأردن في اجتماع أستنى؟ طبعا فقط أريد أن أعلق على موضوع الأردن والتركية هو اعتراف من هاتين الدولتين بأن الجماعات الأرهابية التي ذهبت إلى الاجتماع هي أطراف تقع تحت قيادتها المباشرة وبالتالي تم اصطحاب هؤلاء كما تصطحب أي قطرة أساس لصاحبها طبعا الجبهة الجنوبية عندما نتحدث عن تلك المجموعات الأرهابية إن كان في الجبهة الجنوبية أو الشمالية فهذه المجموعات التي ذهبت إلى أستنى من تمثل حقيقة؟ طبعا الجانب التركي أراد القول من خلال حديث وجهها إلى الروس بأن هذه المجموعات تبلغ 92 أو تبلغ 90 مجموعة مسلحة يبلغ تعدادها حوالي 62 ألف مقاتل طيب أين تنتشر هذه المجموعات؟ هل هي فعلا تنتشر 62 ألف مقاتل؟ أي ما تساوي أربع فرق ما تساوي فيلاق هذه يعني جيش أين تنتشر هذه المجموعات؟ يجب أن تكون الأعمال القتالية خفضت بوتيرة عالية جدا في كل المناطق السورية ولكن لم نرى هذا الإنعكاس الكبير لهذه العملية دليل أن تركيا أرادت القول بأنها تؤثر على كل هذا العدد لتكبير حجم دورها بالرغم من أن حجم دورها كبير ولكن مع داعش والنصرة وليس مع هذه المجموعات التي تم اصطحابها إلى كواجهة لما تسمى معارضة مسلحة متدلة إذن الحديث عن أن هذه المجموعات سيكون لها دور كبير في المستقبل قد تكون واجهة لهذا الأمر يتعلق بالأهداف المراد الوصول إليها من الاجتماعات أنا أحدد حجم تأثير هذه المجموعات من خلال الهدف الذي أريد الوصول إليه هل الهدف الذي أريد الوصول إليه أنا كدولة سورية أن تكون هذه المجموعات تنهي العمليات العسكرية إذا كانت قادرة على إنهاء العمليات العسكرية فلتكن شركة في العملية السياسية أما إن لم تكن قادرة على إنهاء العمليات العسكرية وهي بطبيعة الحال غير قادرة على ذلك فيجب أن يكون تأثيرها بما يماس القوته على الأرض لذلك ذكر السيد حسن منذ قليل سمحت السيد بأن موضوع استحاب قادة الجماعات المسلحة أهم من معارضة الفنادق كما اسمها وبطبيعة الحال هو الأمر كذلك لأن هذه المعارضة التي تعيش إن كان في القاهرة أو باريس أو إسطنبول أو الرياض هي عبارة عن مجموعات من المرتزقة ليس لهم عمل سوى الارتزاق والحديث بما يكتب لهم من الدول التي تشغلهم وبالتالي أن يكون لدي بعض قادة المجموعات الإرهابية المسلحة القادرين على تخفيض مستوى العنف في منطقتين أو ثلاثة أهم من هؤلاء جميعا هذا بالنسبة لاجتماع أستنى فيما يتعلق بالتحضير لجنف أستاذ ياسر لن أعلم بعد إن كان سيؤقت في العشرين من الجاري في الموعد المقرر أم سوف يتم تأجيله لكن فيما يتعلق بالنقاط العالقة بالنسبة لجنف هي تشكيل وفد موحد للمعارضات حتى هذه اللحظة لم تحل هذه النقطة كيف سيتم العمل على حلها؟ ذكرت قبل قليل ما يتعلق بتصريحات ديمستورا بالأمس وجهها ديمستورا تحذير المعارضة وقال يجب أن تشكل وفدها لكي لا يضطر للتدخل في هذه العملية ويشكل للوفد كما قال سابقا في هذا الخصوص طبعا تجربة هذه التجربة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة دائما في خلاف حول جماعات معارضة المزدوجين على تشكيل الوفد، تسمية الوفد، ترقص الوفد، لوجستيته حتى على مقر إقامته وبخبرك تفصيل، بعض التفاصيل بخبرك فيها شو بيخبرونا بجناف يعني شيء مريب جدا حلافات فيما بينهم اقصاء والغاية؟ اليمين بدو يقعد على اليمين والله على الشمال من بيقعد ورا والله من بيقعد قدام من لازم يجدع وجه وتركز عليه من لازم يصرح تفاصيل إذا بخبرك إياها يعني معيبة جدا طبعا عيب إحكي على شغلات تانية بضي بس كنت تعلق قبل ما رجبه على جناف على قصة 92 ألف بوقت اللي بقى ستانى وعم خبرك معلومة هلأ بقى ستانى اللي قالوا الأتراكة فالفعل نحنا عمنا 92 ألف مقاتل يعني نمونا عليهم أو 62 ألف 62 ألف مقاتل نعم وتسعين منظم ففي حدا قالوا أنت صاير فيكم بـ 62 ألف مثل صاير ببعض العواصن في واحد اسمه محمد علي حسن هيدا مسجل عندكم أنه مثلا بجيش الإسلام ما يسمى بجيش الإسلام تحت منه اسمه علي حسن محمد الثالث اللي تحت حسن محمد علي يعني في لوائح هاي اللوائح عميد الصديقة عم تدفع لها عم تدفع لها وقترة كنت عم تدفع وبالتالي هاي لوائح للدفع للدفع لو روات للدفع روائح وهمية لتجميع أكتر أتراك بيعرفوها والروس بيعرفوها والإيراني بيعرفوها نفس الموضوع نحن اليوم عم نحكي أنه عم يجي يقول الأمريكي أنا سأبقى في مقدمة من يمسك بزمام الأمور في سوريا من خلال جينيف كلمة جينيف بعدها بالأذهان ما تزال هي الكلمة اللي تعطي بتعرفي أنت الفخام السويسرية بتبقى شوية نحن متاخدين بهذا المواضيع فبيعرفوا يلعبوا نفسيان بهذا الموضوع لكن السؤال السؤال إذا التركي مع فصائله بكازاخستان ماشي ورحنا عجنف طيب السعودية بدت تجيب فصائلها يعني هني هو المعارضة اللي عم تدفع لها وغير السعولية طبعا طيب هودة شو ممكن ياخدوا قرارات على الأرض وبالسياسة يمكن تنفيذها أن على مستوى وقف العمليات القتالية محل المبمون على وقف العمليات القتالية أو على مستوى الحوار السياسي مع الدولة السورية هؤلاء هذه المجموعات كيف يمكن لها أن تطبق أن تحاور الحكومة السورية في وقت لا تستطيع وكما قال كمان سيد مرة تانية النبات من يرعاهم يعلم أنهم لا يستطيعون تطبيق نقطة واحدة من أي اتفاق يتوافقون عليه مع الحكومة السورية في جلال في وقت اجتماعات استانا أدت شأنها أبينها إلى تخفيف في أماكن جداً ومهمة إلى اجتماعات تقنية إلى بعض الحلول التي لمسة بعض المعنى بهذا الموضوع لمسوا أن هناك جدية أكبر كيف يمكن للمواقمة بين جنيف بالنتائج وبين أستانا بالنتائج أنا أعتقد هي جزء من محاولات أمريكية للإبقاء الرعاية بشكل أو بآخر أنه واشنطن عبر ديمستورة يعني ديمستورة كمان حتى ما ملاش نحكي على الرجل لكن ديمستورة آخر شيء وقت بيتعين بقرار أمريكي إسرائيلي سعودي بيطرار أمريكي سعودي وبعدها بس يصحى ضميره وبيصحى ضميره بعد ما يكونوا استقال مثل كل الغربيين بيصحى ضميرهم بعد ما يكونوا ودخلوا وقتلوا مجتمعات بكاملة بناء على ما تقدم نحن ما بنقدر بنقول إنه هذا جناف الجاي سيكون غير جناف ثلاثة واثنان والواحد السبب السبب إنه هل هل هون البنا نحكي بترامب هلأ هل ترامب حقيقة دخل إلى عنق الملف السوري كشخص كإدارة كبيت أبيض نشعب أحكي كأبلشمنت الأمريكية المؤسسات الأمريكية الحاتمة أنا عم أحكي اقتصاد ومال وسياسة ومخابرات اللي فيتيم كل الملف السوري هو كبيت أبيض مؤسسة البيت الأبيض ضمن مؤسسة الأمريكية دخلت فعلا بالملف السوري أو بعد تريد أن تطل على العالم تطل على العالم والشرق الأوسط من خلال جناف أنا أعتقد هذا الجناف بالتحديد هو جناف ترامب أعتقد هذا الجناف هو جناف ترامب لإطلالة البيت الأبيض على الشرق الأوسط من خلال سوريا بالتحديد هذه النقطة ولن يكون هناك نتائج ملموسة وأتمنى أن يكون عكس ذلك لكن بمختلف الأحوال القادمة الأيام ستثبت هذه النظرية هل توفق الأستاذ ياسر بأن جناف في جولته الرابعة سوف يكون جناف ترامب؟ هل ستعرقل هذه الإدارة الأمريكية الجديدة كما كان مع سابقاتها مع إدارة أوباما؟ طبعاً لا أريد أن أفهم أبدأ الاعتذار طبعاً بيردى روسي وأخرين يعني جناف ترامب بيردى روسي وأخرين حتى ما يكون عم يحكي وعدت وفق على هذه النقطة لا طبعاً جزء منه ترامب وجزء منه حلب جنيف هو جنيف القادم هو جزء ترامب وجزء حلب بطبيعة الحال المؤتمرات هي نتاج للمنتصرين دائماً اجتماع فرساي عقد في نهاية الحرب العالمية الأولى من قبل المنتصرين وحددوا مستقبل العالم للفترة التالية اجتماع يالطا عقد في روسيا وكان بعد الحرب العالمية الثانية إلى المنتصرين وحددوا مستقبل عالم للمرحلة التالية الاجتماع الذي سيحدد نهاية الحرب على سوريا هو اجتماع المنتصرين وأعتقد أنه لن يكون في دمشق سيكون في دمشق ولن يحضره لا ترامب ولا ممثلين عن ترامب سيحضره السوريون فقط الذين سيحددون مسار ومصير هذه الحرب على سوريا سيقضون على نقاط ارتكاز وقوة المجموعات الإرهابية والدول المشغلة لها أعتقد أن نتيجة اجتماع الجينيف القادم ستكون فقط إطالة لمرحلة العمل السياسي للوصول إلى المرحلة الأهم وهي مرحلة الإنجاز الميداني الذي يتمثل بالانتصار العسكري الذي سيؤدي إلى الحل السياسي طبعا لا أقصد أن الدولة السورية لا تريد الحل السياسي بالتأكيد الدولة السورية تريد الوصول إلى حل سياسي ولكن ليس مع هؤلاء المرتزقة ليس مع هؤلاء العصابات طبعا هذه العصابات التي ذهبت إلى الأستنى هي ليست صاحبة فكر سياسي هي صاحبة فكر قتل وإجرام أخذوهم معهم لتخفيض مستوى العنف من يحضر جينيف ليسوا أصحاب مشروع سياسي هم عبارة عن مرتزقة وتابعين للدول التي تشغلهم إذن نحن نستفيد من هذا الوقت الذي يمر لتحقيق إنجاز عسكري يتكون بالانتصار النهائي للجيش العربي السوري وحلفائه أما الاجتماعات جينيف واجتماعات جينيف 4 و 5 و 6 لن توصل إلى نتيجة لن يكون جينيف كطائف لبنان نعم للأسف عن وقت قد تداركنا أستاذ ياسر أخيرا سيرجي لافروف قال وأكد بأن الوضع رهن أصبح أكثر ملأمة بكثير لاتخاذ خطوات عملية لحل أزمة في سوريا هل سوف نكون أمام خطوات جدية على طريق الحل أم أننا سوف نكون بانتظار تواجهات الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة ترامب كما كنت تتحدث قبل قليل التي إما سوف تعرقل وتخرب كما سابقاتها أو لا طبعا من ضمن سؤالك المهم جدا هو الجواب تماما أنه نحن أمام خطوات أمام خطوات يعني تماما قدامنا مستقبل لكن الحقيقة كل عم يسعى لهك يعني سوريا قيادة وحكومة وجيشة يعني يصعون إلى هذه الخطوات التصالحية الداخلية وعلى المستوى الأقليمي والدولي يعني ما حدا يحب الدم وما حدا بدو الحرب أولا ثانيا نعم يجب أن نفهم أن الأمريكي له باع طويل في هذا الموضوع منحب نكره هذا واقع الأمر في كل ملفات الشرق الأوسط وليس في سوريا بناءة عليه نعم الميدان السوري إن شاء الله نرى انتصارات جد استراتيجية كحلب قريبا في مكان غير درع مثلا إذا بدك ممكن أخرى نرى انتصار استراتيجي يعجل ويسرع من النصر من التسوية ومن الأحلول في سوريا أشكركم جزيلا شكر الكاتب والأعلاء الكاتب السياسي والآلامي الأستاذ ياسد حريري شكرا جزيلا لوجودك شكر موصول لك الخبيل العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هيتم حسون شكرا جزيلا لك مشاهدين نبقى مع أبرز الأحداث التي شهدها العالم في التقرير التالي مقتل جنديين هنديين وأربعة مسلحين باشتباكات عنفة في الشطر الهندي من كشمير كوريا الديمقراطية تجري تجربة اطلاق صاروخ باليستي باتجاه مياهها الشرقية الأمم المتحدة تؤكد اختيار سلام فيهاد مبعوثا للسلام في ليبيا الناخبون في تركمانستان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بانتخاب رئيسا للبلاد إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسباني مريانو راخوي رئيسا للحزب الشعبي المحافظ الحاكم في إسبانيا ذاكرة الحدث لهذا اليوم الثاني عشر من شباط في مثل هذا اليوم من عام 1934 بدل الحرب الاهلية في النمسا في عام 1941 القوات الألمانية تصل شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية في عام 1963 أذر جنتين تطلب من إسبانيا تسليمها الرئيس الأسبق إخوان بيرون لمحاكمته بتهم الفساد والقتل والتعذيب وفي مثل هذا اليوم من عام 1970 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مصنع في منطقة أبو زعبة للمصرية وفي عام 2009 تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كيلو متر في حديثة غير مسبوقة تذكير بياب رز العناوين الجيش العربي السوري يحكم السيطرة على محاور مدينة درع إحباط هجوم إرهابي في درع والإرهابيون يستهدفون المدينة بالقذائف الصاروخية وحولت مساحة كبيرة من سوريا إلى مساحة آمنة السيد نصر الله يؤكد أن انتصارات الجيش وفرت مزيدا من الأمان لسوريا موسكو تعلن أنها تحضر لاتصالات جديدة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة في أستنى وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سيديو الحدث لكم تحيات فريق العمل أشكركم حصل المتابعة في أمان الله موسيقى